ايام من تنفيذ القوات الامريكية لعملية انزال نادرة ضد تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن لا تزال جوانب كثيرة من تفاصيل العملية مجهولة خاصة وسط انباء متضاربة عن نتائج العملية التي ادت بحسب مصادر محلية الى مقتل نحو 40 شخصا بينهم نساء واطفال ويبدو ان الضجة التي احدثها مقتل النساء والاطفال دفعت بالبنتاجون الى اصدار ما اعتبره البعض تبريرا اكثر منه توضيحا حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية جيف ديفيس ان نساء مقاتلات كثيرات شاركنا في القتال ضد القوات الامريكية المهاجمة بطريقة تدل على تدريب مسبق لخوض مواجهة من هذا النوع ورفض البنتاجون تأكيد او نفي مقتل اطفال في الهجوم مؤكدا انه لا يزال بصدد تقييم الحصيلة الان ما خرج به حتى اللحظة من تبريرات للواقع لم تجد صدا مقبولا في مراتق قابلية في اليمن حيث يعتبر حمل المرأة للسلاح واتقان استخدامه امرا شائعا في بعض المناطق وبانتظار ان تتكشف المزيد من تفاصيل العملية يبدو ان اهم ما كشفت عنه حتى الان هو دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة في مواجهة التنظيمات المتطرفة ترجمة نانسي قنقر